السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة شيوات فطيمة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم طورة بالكريمة او لحلوة الكريم كتجي تماما بحل كنخدو من المحلات اللي ضف المضاق ورائعة في شكلها وكتقم رخيصة في المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة باش تعرفوا معي طريقة تحضرها وايضا مكوناتها معليكم غير تبقوا معي خطوات الفيديو وده بسم الله على بركتي الله المكونات عندي كيك جنواز ناجح 100% وخاصة بالنسبة للمبتدئات رابط الوصفة كيظهر لكم على شاشة وايضا غنخلي لكم اسفل فيديو في صندوق الوصف عندي الكريمة السائلة اللي كتكون جيد بارضة عادة بجبتة من تلاجة بالنسبة لكمية فعينكم ميزانكم انا غدي نستعن بقرابة 400 ميلي عندي 3 ملاعق كبار من مستحضر الناباج وعندي الروح او لا غوم ديال الفريز او لا اي غوم كتفضله غدي نستعن بها في التحضر ديال الكريمة وايضا غدي نخلط القليل مع الناباج نزين به الوجه ديال التورطة بالنسبة للتزين فكيبقى لحسب الرغبة عندي هنا هادو كل الحبيبات ديال اللي حلوة هادو كل فانية الصغيرة ولي كيكون اللون ديرو اغجونطي او لا بالالوان على حسب اللي متوفر عندكم وعندي ايضا رقائق الكوكاو وهناي فيغميسي الشوكولة هادو بالنسبة للزين بالنسبة للزين فاستعنو بلي متوفر عندكم ما تتقيدوش بالنفس المكونات اللي عندي انا هم اللي متوفرين عندي خدمت بيهم بالنسبة للسيرو غدي نحتاج ليه كاس ديال السكر سانيدة وكاس ونص ديال اللماء وكنخلهم على نار متوسط حتى كيدو بالنسبة للسكر وكيغلولين المكونات مع بعضياتهم هنايه كنجيب طاسة كتكون جد بارضة وايضا لماس ديال الطراب الكهربائي كنضيف القليل من الكريمة قرابة 400 ميلي ولاغوم ديال الفرز كنضيفوها القليل منها باش كننكهو وكنطلع الكريمة حتى كنتحصل لك خمشة انتية متماسكة على هادو الشكل وهناك تصبح عندي القريمة جاهزة كنجيب واحد جيب حلاواني كنحطف ضبيب القليل من القريمة غدي نخليها على جانب للتزيين هنايه كنناخد قطعة من الجينواز كنوضعها في الأسفر كيف ما كتلاحظوا معي ديال القطعة ليه كتكون الفوق ديال الحلواء هي اللي كنرجعها في التحت وكنسقيوها مزيان بالسيرو اللي كيكون سخون كيف ما كتلاحظوا معي حتى كتشربنا كمية ديال السيرو فكيف ما كتعرفو الجينواز كتكون يعني كتجيناشفة لهذا فكتسقيوها مزيان بالسيرو هذا على حسب الرغبة ديال كل واحد فمثلا كنين أشخاص كيف تطلق الجينواز ما تكونش مسقيه بزاف لهذا المهمة حسب الرغبة ديال أفراد العائلة ديالكم سقيوها بزاف أولا شوية انتو مرة كيبقى لكم الاختيار وعينكم مزيانكم كنضيف كمية معقولة من الكريمة وكنحاول نسوي لها الوجه ديال كيف ما كتلاحظوا معي على هادي الشكل صافي هنايا القطعة المتبقية عندي من الجينواز كنصقيها مزيان على هادي الشكل حتى كتشربنا كمية معقولة من السيرو عادة باش كنناخدوها وكنقلبوها على الكريمة على هادي الشكل فكيف ما كتلاحظوا معي بالنسبة لها القطعة فهي اللي كانت في الأسفل ديال كيك رجعناها في الأعلى دابا باش كدك يجينا شكل مستوي ديال كيك كنعود كنصقيها مزيان حتى كتشرب لنا كمية معقولة من السيرو عادة باش كنضيف لها الكريمة بالنسبة لها الكريمة فكنضيف كمية حتى هي كتكون يعني لبأسة بها صافي نحاول نستحذك الوجه ونسوي حتى كيصبح عندي ملس على هادي الشكل يعني غيب شوية ديال الخاطر حتى كتقدو على هادي الشكل صافي ده بكتصبح عندي تقريبا موجودة هنايا كنجيب بلاستيك غدائي وكنحاول نغطي لها الوجه ديالا جيدا وكندخلا مباشرة المجمد ليلة كاملة حتى كتتمسكنا ديك الكريمة ديالنا جيدا يمكن لكم تخليوها غير خمس ساعات أو سيت ساعات على حسب الوقت اللي عندكم وتخرجوها من المجمد أنا خليتها ليلة كاملة لغدلي عادة باش دينزينها ففي دابا في الصباح كنزولة ديك البلاستيك غدائي وكنجيب واحد سيغفيت اللي كانكن وضعها فهل مأتي يكون في درجة الغلايان كان نعصرها مزيان من داك الماء وكندوزة من الجوانب ديالا هدك الإطار اللي كين في الجوانب كيف ما كتلاحظوا معايا يمكن لكم تستعنوا بالسيشوار ميمة لحسب اللي متوفر عندكم فبنسب لها الطريقة فالسيغفيت متوفر عند الجميع فاستعنوا با باش كتترطبوا شوية دوك الجوانب هكذا كيمكن لكم تنحي ودك الإطار بكل سهولة وكتبقى الحلوات ديالنا محافظة على الشكل ديالها هناك طبقات ديال قليلة من الكريمة كندوزة من الجوانب على هدشكل باش اكدو يمكن لينزين دوك الجوانب نصق فيهم اي حاجة سواء الفيغميسي الشوكولات او الراقاء اقلكوكاو او الراقاء اقلوز او الراقاء اقلوز او الراقاء اقلوز او الراقاء اقلوز او الراقاء 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 ا جد بسيطة صاف هنا يا زينت الجواني كيف ما كانت تلاحظوا معي كان جيب هذيك الكريمة اللي احتفت بها في الاول وكان بدك انعمل وريضيات بسيطين على هاد الشكل كاندورهم الجواني بحتى كنتاهي عادة باش كان زين برقائق ديال الكوكاو او اللاء ديال اللوز على حسب اللي عندكم انا استعنتين برقائق الكوكاو اللي حمرته واحد شوية ردو مع البل مليكا تبغوا تحمروه حيدا شوه سريع الاستيواء فردو مع البل فمليكا توضعوه في الفرن باش يتحمر وايضا ديال حوبيبات ديال الفاني اللي اللون ديالهم كيف ما لحطوا معي اغشونتي هذي غير مجرد فكرة فحتوه ما يمكن لكم تزينو بهم مثلا الى ما كانش عندكم هذي الرقائق ديال اللوز او لديال الكوكاو او مثلا هذي كل الانواع ديال الشوكولات اللي كتكون مشكلة كتكون كم يعني انواع كتيرة من الشوكولاتة يمكن لكم تزينو بهم الوجه ديال الكوكاو فهنا غيضهر لكم مرابط وصفة ديال الحلوة لكلم سبق اليو حضرتها معاكم فاقت غير بالانواع ديال الشوكولات انواع جد بسيطة كتزينو بها لوجه ديال الطورتات فهنا يا كيف ما لحطوا معي عندي ثلاث ملاعق ديال الناباج اللي يدفت عليهم النكهة ديال الفريز ودوبتهم شوية على نار كتكون متوسطة ردو معاهم البل باش ميت تحرقوش ليكم بقدس كنحرك في ذاك الكمية ديال الناباج حتى بردات شوية باش هكذا ما تدوب شنال الكريمة صافي وكن نوضعها في الوجه ديال الكيك على هاد الشكل وغيب الخاطر كنحاول نقذها حتى كن يعني كن نسرحها على الوجه ديال الكيك وكنتولي عندي واحد طبقة كتبان حامرة كيف ما قلت لكم يمكن لكم تستعنوا بأي رون كتفضلوا من لغام او لأي نكهة ما تقيدوش بادي ديال الفريز انا صراحة هي كانت متوفرة عندي صافي وانا نخدم بيها ثم يمكن لكم تحضروا بأي حاجة كينا عندكم في المنزل ديال كم فهاد العملية كتبغي شوية الخاطر كتبقوا معا غير بالخاطر بالميل عاقة حتى كتقدو لالوجه ديالها وتقريبا هنا كنكون تاهيت من تزيينها يعني تزيين جد بسيط وكتجي زببنا وعطيها منذر غزال فكنتمنى ان شاء الله لوصفتنا لإعجابكم وتجربوا هذه الوصفة تفرحوا بها وليداتكم فهي اقتصادية وكيف ما قلت لكم كتقام عليكم الرخص من الحلوات اللي كان ناخدو من على برامل فهدي كتبقى مرخيصة وزديدة ويعني صنع يديكم كتعرفوا واش ندرتو فيها مرحبا بكم في قناتي التانية الخاصة فقط بالكيك بالنسبة الرابطة فغادي نخلي لكم ان شاء الله اسفل فيديو في صندوق الوصف وايضا غا نخلي لكم بعض الوصفات اللي حضرت فيها ديال الكيك في خانة التعاليق بالنسبة لبنتلي متمن بالكيك فكندعوكم باش تدخلوا تشوفوا الوصفات وايضا تشتركوا في القناة الى عجباتكم كيف ما كتلاحظوا معايدة ما انتهيت من وضع ديك الكمية من الناباج هناك نجيب هدو كل الرقائق ديال الكوكا وكنا نحاول نغرس شي وحدين في الوسط كشي من يعني تزين وكيعطي جمالية لكيك سوف يكون نحطوها في تلاجة تقريبا اربع ساعة اولا ثلاث ساعة حتى كتتمسك لنا جميع المكونات وكيمكن لكم ديك الساعة تقدموها بصحة والراحة كتجي لديدة ورائعة في المضاق نتمنى ان شاء الله الوصفة نعل اعجابكم اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي اعجاب وايضا تعليق محفز وكن قوليكم باسلام عليكم وفي امان الله الى حلقة قادمة ان شاء الله